موسيقى صباح الخير مشاهدينا برحب فيكن بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار الأربعة 1 نيسان أبريل 2015 برحب بضيفنا بستوديو دكتور فواس رابلسي الكاتب والأستاذ الجامعي صباح خير دكتور صباح النور كم نتمنى أنه تكون العناوين اللي بدنا نطرحها من كذبة أول نيسان لكن للأسف فيه من واقع البعض يعترف بأنه يعني أكثر ومعرف شو بقوله سوءا من الكذب واللي سنبدأ فيه هو اليمن الكمة العربية الاتفاق النووي الإيراني هل تعتبر بأن العرب اتفقوا فعلا أو بتعتبر أنه ما جرى في الكمة العربية هو ضرب لفكرة الجامعة العربية التي اتخذت قرارا بحرب على بلد عربي إضافة إلى عناوين بالداخل اللبناني هل اللبنان يستطيع أن يصمد بوجه عصفة الحزم اليوم في جلسة لمجلس الوزراء لبنان المنقسم بين تأييد عبر عنه رئيس الحكومة للحرب على اليمن وبين معارضة حزب الله وحلفائه عناوين أساسية رح تكون محور بحثنا دكتور لكن اسمح لي بداية أن ننتقل إلى زميل تكرا رجحة ومجز أهم الأخبار شكرا لك نانسي أهلا بكم أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن السوداسية وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن جميع الجوانب المحورية للبرنامج النووي الإيراني وأشار لافروف في تصريح إلى أنه بنهاية حزيران يونيو المقبل سيتم إعداد تفاصيل الاتفاقية والشيطان كما هو معلوم يرقد في التفاصيل لكن التوصل إلى النتيجة ممكن تماما وأوضح لافروف أن مشروع الاتفاق مع إيران يشمل ستة مقترحات متقدمة لرفع العقوبات وينص على نهج شامل لتسوية بما في ذلك تدبير للتحقق من الطبيعة السلمية البحتة لبرنامجها النووي من قبل الوكالة الدولية وبما في ذلك مقترحات مفصلة لرفع العقوبات لافتا إلى أن تفاصيل الاتفاق ستعلنها رئيسة الديبلوماسية الأوروبية فدريكا موغاريني ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف وكان ضريف قد أعلن أن المحادثات جيدة جدا مضيفا أن مسودة اتفاق قد يجري إعدادها اليوم أما البيت الأبيض فقال أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عقد مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع أعضاء فريقه للأمن القومي أمس لمناقشة المفاوضات النووية مع إيران وأضاف البيت الأبيض في بيان دون أن يذكر أي تفاصيل أن أعضاء فريق الأمن القومي أطلعوا أوباما على أحدث التطورات في المحادثات اشتبكت القوات السعودية مع المقاتلين الحوثيين أمس في أعنف تبادل لإطلاق النار عبر الحدود منذ بدء حملة القصف الجوي التي تقودها السعودية وبالتزام أشار وزير الخارجية اليمنية رياضي السين إلى أن عدن باتت مدينة منكوبة تستدعي وقفة دول التحالف وسرعة التدخل البري لإنقاذها من اعتداءات الحوثيين الوحشية وما يمارسونه من استهدافات بحق سكانها وبقية المدن في الجنوب وتعرضها للقصف بالأليات الثقيلة وكشف ياسين في حديث للوطن السعودية أن الرئيس اليمني عبدربو منصور هادي يقود الاتصالات الآن مع قيادة قوات التحالف ليطلب منهم البدء في العملية البرية ونأمل أن تكون الردود إيجابية ولفت وزير الخارجية اليمنية إلى أن العاصمة الموقعة عدن هي مفتاح الجنوب واليمن كله مؤكدا أن تثبيت الشرعية فيها سيسهل من مهمة استعادة الشرعية في كل المدن والمناطق اليمنية الأخرى نفذت جماعة وعصائب أهل الحقوى منظمة بدر في البصرة وبغداد مسيرة تضامنية مع الحوثيين ومع الشعب اليمني وطالبت بوقف العدوان على اليمن أن نقف هذه الوقفة البسيطة لنقول لهم أن كل الأحرار في العالم معكم الشعب العراقي كله معكم وحتما سوف تنتصرون بإذن الله أفادت معلومات صحفية عن وفاة المدعي العام التركي متأثرا بإصابته خلال عملية تحريره من خاطفيه في اسطنبول وكان المدعي العام التركي أصيب بجروح في حين قتل محتجزه بتبادل لإطلاق النار وذلك في محكمة اسطنبول حيث احتجزت جماعة يسارية المدعي العام كرهينة قبل أن تقتحم القوات الخاصة التركية قصر هنأ محمد بخاري الفائز في انتخابات الرئاسة في نيجيريا الرئيس جودلاك جوناثن على تخليه عن السلطة سلميا وذلك بعد أن أصبح أول سياسي نيجيري يطيح برئيس أثناء وجوده في الحكم عبر صندوق الاقتراع وقال بخاري أن الرئيس جوناثن كان خصما فاضلا وأنا أقدم يد الزمالة إليه مضيفا لقد أثبتنا للعالم أننا شعب اعتنق الديمقراطية ووضعنا دولة الحزب الواحد وراءنا عاد رئيس الحكومة مام سلام والوفد المرافق أمس إلى بيروت قادما من الكويت حيث شارك في المؤتمر الثالث لدعم النازحين ويترأس منذ العاشرة الجلسة الوزرية الاستثنائية التي انعقدت اليوم بدلا من يوم غد الخميس الذي يصادف خميس الغسل لدى الطوائف المسيحية في خرق مستمر للسيادة اللبنانية ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس قنابلة مضيئة في أجواء مجرى نهل الوزاني والتلال المشرف على بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان هذا كان كل شيء في الموجز عود إلى الحدث مع زميلة نانسي السبع شكرا كلارا مشاهدين أبرحب فيكم مجددا ونبدأ حوارنا مع دكتور فواز رابلسي الكاتب والأستاذ الجامعي دكتور فواز بداية الآن ورد خبر عن مغادرة وزير الخارجية الروسي لوزان وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الدول الكبرى وإيران هل تعتبر بأن هذا الاتفاق سوف يغير وجه المنطقة وحتى العالم البعض يقول سؤال الأساسي بس بأعتقد أنه صعب الترجمة المباشرة من النووي إلى الجيوستراتيجي والجيو سياسي حتى الآن أفادت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تركيز الأمريكي تركيز الإدارة الأمريكية على أولوية النووي بتمدد في النفوذ بمناطق عديدة مع غض نظر أمريكي واضح أمثلتها كثيرة بحكي عنا بعدين الاتفاق بذاته يعني يفسح المجال أمام تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصفتها الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة وهو موضوع مش كشف سر هو موضوع تطرحه باستمرار أنه نحن المؤهلون لأن نكون كذلك وبعتقد سلوك العربية السعودية الأخير يفسر استباقا هالمحاولة للانفراد أو لتغليب شريك على شريك طبعا شريك الأول إسرائيل لما نضيع يعني البحث هو يدور من هو الشريك الثاني للولايات المتحدة وأنا قلت أكثر مرة أنه فيه هوى أمريكي تجاه إيران متزايد أكيد يترجم ليس فقط على مستوى النووي يترجم أيضا على مستوى الجيوستراتيجي إلى أي مدى هذا اللي بده بحث طيب بس حضرتك عم بتقول أنه هو رح يكون يعني إذا ما تم هذا الاتفاق جيوسيا ستكون إيران هي شريك الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة أنا ما أقول ستكون أقول جمهورية العربية الإسلامية الإيرانية تقدم نفسها من فترة بأنه نحن الأقدر لأسباب مختلفة تبدأ بأنه معنا النووي ثم بأنه نحن أكبر جيش ونحن دولة كبرى بالمنطقة نحن مطلقين على الخليج ونحن بلد نفطي أساسي ما بدأ يعني لا تستير على هالموضوع يعني في كنت أقولي أنه أمام ضعف ويعني اهتراء العلاقات العربية العربية والتضامن العربي في مشروعين إمبراطوريين في إمبراطور يعني معطوب اسمه أردوغان يعني زادة في الأثمانية حتى نفلق وفي جمهورية إسلامية تعتبر أنه لها حقوق يعني بسبعة من مناطق عربية لها حلفاء يعني لما نحكي أوامر 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 لها حلفاء وقوى مؤيدة لها هذا المعروض واعتبار بأنه يعني التسوية النووية تفتح المجاد لشراك لا الولايات المتحدة يعني مضطرة أنها تلعب بعدد من الاعتبارات تبدأ بالمعارضة الشديدة الإسرائيلية والخلاف بين أوباما وناثنياهو حول فلسطين مش حول النووي حال إلو علاقة بمعرفة ما هو الاتفاق إنما الموقف الإسرائيلي وموقف القول إنه هذا الاتفاق أسوأ مما كنا مقتنعين بدنا نشوف في المصالح النفطية والعسكرية في الجزء العربي من الخليج إن شاءنا هاللي هي مش تفاصيل إنما طبعا في أولوية يعني إيرانية عسكرية وفي وافد جديد إلى يعني المنطقة كان معزولا ويعني خارج التداول الآن يعني الاتفاق النووي يفتح المجال أمام بدء التعاطي معه إلى أي مدى سيجري التسليم له بنفوذ ومصالح بتناقش بالتفصيل طب بس بهذه المرحلة يعني بالآخر الأقوى هو الذي يفرض الشروط يعني الموجود على الأرض بقوة بخريطة العالم العربي اليوم من الأقوى على الأرض؟ هل هي إيران أم سعودية؟ يعني حتى الصراع الإسرائيلي العربي تراجع بسنوات الخمس إذا بنقول الأخيرة منذ بدء ما يعرف بالربيع العربي اليوم يعني اللي بده يفاوض بده يكون الأقوى مظبوط؟ هو هذا يفترض بأنه المنطقة ما فيها غير جيو بوليتيكة يعني خلني أبلش لك إذا بنبلش من جيو بوليتيكة من البداية حتى يعني ما يخذنا موضوع الإسرائيلي آية أنا أكثر من مرة أكرر قررت أرر إيران أن تبادل النووي بالنفوذ الإقليمي إذا بدنا نحكي عن إسرائيل كان فيه مجال مفتوح جدا يجري التعتيم عليه مبادلة النووي بالنووي يعني لنعرف قداش تدهور وضعنا كان أنور السادات الوحيد بين الدول العربية اللي بيطرح موضوع منطقة شرق أوسط خالي يا ناسي لحل الآن حتى ما نعتبره شي عظيم وما نشوفه غير من يعني عورة الجيو بوليتيكة الآن عمليا يوجد دولة نووية وحيدة بالمنطقة والباقيين بيشتغلوا بيلعبوا شوية بالسلم بيحاولوا الآن السعودية عم تتحول إلى قوة نووية قوة نووية سلمية وهذه مصاري طبعا بتفيد دايما المعروف مين فبالتالي هذا أول عنوان لما يجري فعليا وهو مبادلة أولا النووي يعني قيود على النووي بنزع العقوبات وهي باتت مضرة اثنين مبادلته بالنفوذ الإقليمي المتأمل لأنه المصالح الأمريكية بمحل والمصالح الإيرانية بمحل وبدوا بحث أنه مثلا التنازل والتغاضي لإيران في المرحلة النووية من قبل الولايات المتحدة بالوضع السوري مثلا يستمر إذا تم الاتفاق أو يتصاعد إذا مطلوب حل من نوع آخر بما معنى حل سياسي اللي بيشتغلوا فيه الروس فبالتالي بعد بكير الإجمال في الموضوع بس اليوم حضرتك عم تقول أنه بكير نجمل بس بخريطة المنطقة الموزعة عم نشوف أنه فيه تصارع قوى على الأرض يعني كل واحد عم بقول أنا هون قادر عسكرياً يكون أقوى أو يسعى لأن يكون فارض نفسه عسكرياً هل هيدا بيعني اليوم أنه نحنا رايحين على مزيد من الحروب الحروب والمناطق المشتعلة بانتظار توقيع الاتفاق بحزيران إذا ما كان هيدا هو التاريخ النهائي أنا بس بدي أكرر أنا ما بعتبر أنه يعني الاتفاق يعين مراحل زمنية في النزاعات الأخرى ما بتعتبر أنه في رابط بيناتهم بعتبر أنه في رابط بس ما بعتقد واحد يحكم الثاني الثاني معروف أنه يعني مشكلة الولايات المتحدة في الشق العربي من مصالحها أنه الوكيل الرئيسي أو المعتمد الرئيسي اليوم السعودية دائماً ضعيف يعني جرى تدمير العراق للدفاع عنه جرى شبك حرب بين العراق وإيران لحماية الخليج النفطي الغازي العربي هاي المهمة ما انتهيت يعني كونه الطرف الأضعف لا يزال هو العربي السعودي وحلفاء رغم أنه الآن انتقلت لأول مرة بتاريخها إلى العمل العسكري ما بعتقد ما بعتقد ينهي محورية المصلحة الأمريكية بالتالي فيك تقولي أنه في ثلاث أطراف تتنازع يعني أو تتطلب أو تفرض إعادة نظر في الجيو بوليتيكا بالمنطقة دخل وافد اسمه إيران دخوله لا يعني الاستغناء عن الباقيين وبالتالي يفتتح مرحلة جديدة تماماً من النزاع على القوة بس أنا اللي بدي يقوله يعني وما يجري الآن باليمن دليله أنه نحن منطقة تناضل من أجل حقوق لا تختزر بجيو بوليتيكا هل يعني بيضلوا يحكي عن اليمن الفقير يمن فقير بس يعني عم يدمر عم يدمر قوته العسكرية وثلاث ربع مصانعه بتعز وبحجة أنه يمن فقير ويعني لبدو بحث أنه هل تستحق هذه المنطقة غير أنه يا النووي يا الحرب الكونية ضد الإرهاب طبع تانيتهم الأمريكان ما لحق تعيش هذي العشرات المالية اللي نزلوا على الشوارع من الشباب شو عملت دم لهم غير عم نقول لهم جايين وننظم لكم كيف تنقتلوا ويعني في ستين مليون منكم عاطل عن العمل بالعام الفان وثلاثين إحصائية الأمم المتحدة هذا أنا رأيي مستفضى هالبشاعة والبشاعة هو أنه هناك حرب حروب أهلية لأول مرة أررت العربية السعودية وأكثرية بالجامعة العربية أن تمارس دور حربجة يعني أنا اعتراضي الأول أنه عادة وظيفتها أن مش أنها تعلن الحرب ألا تعلن الحرب على إسرائيل مش هتعلنه بس أنه أن تكون أداة تسوية بالتالي يعني هناك مجال للتسوية بالقليل المناشدة الأطراف اليمنية إلى وقف السلاح وقف القتال التسوي الغريب أنه الجامعة العربية هي طرف الحربجة والآن الطرفان المعنيين الإقليميين تنالاتهم عم يحكوا عن تسوية يعني العربية السعودية عم تحكي أنه لابد من حل سياسي وإيران عم تحكي لابد من حل سياسي أنا رأيي هذه فضيحة يعني بمثل فضيحة أنه وقت كان في نزاعات مطلوب تتدخل مثل يعني الغزو الأمريكي للعراق حطت حالة على جنب فهذا أول شي بنقال عن يعني سلوك الجامعة العربية وهي تحت يعني سيطرة بس ليش اليوم بتعتبر أنه الجامعة العربية التي يعني أسيساً اسمها جامعة عربية يعني لابده كانوا دائماً شعار أنه اتفقوا ألا يتفقوا لأنه ما بيوصلوا لحل مع بعض اليوم اتفقوا على حرب يعني منلاقي هذه الجامعة اجتمعت للتصديق على حرب وقعت أسيساً قبل التئام الكمة العربية هون بتلاقي شو اللي أخذ العرب إلى هذا المكان هل هو هذا الخوف أو البعبع ما يعرف بالبعبع الفارسي في المنطقة واللي عم نسمع كتير نرجع أنه هي معركة بين فرس وبين عرب أولاً أولاً يعني أتمنى أنه يكون فيه عقلاء يطلعوا من يعني اللفظية والسردية القبلية طبعية النخوة العربية اللي يعني هي مهندسة هزائم ويعني يعتبروا أنه ندفع ثمن نحن والإيرانيين غالي جداً إذ اعتبرنا أنه النزاع هو مجرد نزاع عربي فارسي وهذا أمر موجه للتنين لأنه يعني فيه عنجهية إيرانية يعني قومية تتستر أو تنضاف إلى يعني الدعوة الإسلامية وخينا نسميها معادة جامعة لا تقل يعني شوفينية وهي تملك إمكانياتها ويعني تجاه العرب هذا يعني ما لازم ينسى إنما أن يكون يعني أكترية الدول العربية ومحورها هو الطرف العربي دائماً هو الأكثر نفوزاً بالجامعة العربية اللي هو العربية السعودية ويعني وحلفاء جوابه باعتقد بسيط هو الآتي هذا جواب طرف يعني شاعر نفسه إنه إقليمياً عم يخسر طبعاً هلأ منحكي بإذا بدك عن يمن مين الطرف اللي عم يخسر العربية السعودية؟ أولاً أولاً يعني عم يخسر إقليمياً بس أنا رأيي خلينا نقول ماذا فعلت الجامعة العربية والمبادرة الخليجية في اليمن نفسه يعني عم يحكي وعم ينحكي وكأنه كان هناك حكم شرعي اسمه عبد الربو منصور ومبادرة خليجية عظيمية هلأ صاروا مستحيين يحكوا عننا بس المبادرة الخليجية في اليمن أولاً قضت على ثورة بأن شالت يعني الشباب من وساعدت على تبديدهم وإخراجهم من المعركة قضت على يعني الشي الحيوي اللي كان موجود خلال أربع خمس سنوات هلأ هو شباب اليمن عم يطالبوا بدولة ديمقراطية حديثة عم يطالبوا مثل الباقيين بشغل عم يطالبوا بحرية عم يطالبوا بعدين الاجتماعي هي أول واحدة تنين أنقذت نظام علي عبد الله صالح وهو وبرأته باسم العدالة الانتقالية هي طبعاً تجليد طبعاً الأمم المتحدة من 34 سنة من يعني الحروب والفساد والهدر والقتل والاغتيالات تلاتة بدل ما تتكل على البرلمان وتتكل على حكومة اقتلافية هي أررتها المبادرة نصبت رئيس جنوبي رمزي كل حياته كان نائب رئيس علي عبد الله صالح أعطيت له صلاحية استثنائية لا يملكة فيما الجيش بقي بيد علي عبد الله صالح أخيراً وليس آخراً جرى أرر يعني عبد ربو منصور تقسيم انتباطي من ست أقاليب لمسألة معقدة هي مسألة الحوثيين اللي هني أنصار الله لقاموا كرد فعل بالدرجة الأولى على مساعي العربية السعودية أن تنشر المدارس والجامعات التي تبشر بالوهابية وتنقل وتحول قبائل من الزايدية وهي يعني مذهب شيعي معتدل بيعتقد بالإمامة قبل الإمامة الثانية العشرية إلى الوهابية هذا تاريخ نشأته نشأه في معقل الزايدية وهو منطقة جرداء وفقيرة هذا واحد وضعه على جنب اثنين في حراك جنوب ينبلش قبل الثورة هو ثمرة احتلال بالقوة لفرض الوحدة مارسه جيش علي عبدالله صالح وقيادته وطلائعه من قوات تنظيم القاعدة اللي جيبه هو وعلي محسن الأحمر لليمن واللي يعني وإن تكن السعودية معادية لما جرى ووعدت الجنوبيين بأنه تستصدر أمر وقفة لقنار من الجامعة العربية لم تفعل ذلك ما اعتبر أنه إعادة فرض الوحدة بواسطة القوة والغزو والسلب والسبي يستحق أن تتدخل لحماية عدم ونفس الشيء هلأ المناطق العامين حكى عنا هي المناطق اللي خيضت عليها حرب ألف سعمية وتسعين من 21 سنة طيب بس هون دكتور يعني بهذا السرد ليش المملكة العربية السعودية إذا كنت حضرتك يعني عم تسرد تاريخيا كيفية التعاطي مع اليمن لماذا هذا التعاطي الذي يعني وإن كان فيه معركة مع الحسيين ويعتبرونهم دائما مثل مع عم ينقال وصار ينقال أنه هؤلاء جنود إيران في اليمن ليش يعني ما جو بهت هذه المعركة بأنه علي عبدالله صالح كان حليف السعودية وحليف الأنظمة العربية على مدى عقود عم نحكي وكان هو يعني العدو الأول للحسيين ليش ما صار تقوي للسعودية داخل اليمن يعني داخل الفريق اللي هو المفترض أن يكون مؤيد لدول الخليج يعني أنه اليمنيين البعض يقول أنه كل اليمنيين إذا معظمهم ضد اليوم مش اليوم نتيجة عاصفة الحزم ضد سابقا هذا الولي عليهم لإسمه السعودية ما في شك بأنه ما في شك بأن العربية السعودية تعاطت مع اليمن تاريخيا بأنه يعني إذا بدك تستعمل أنه الحديقة الخلفية هاللي يعني مطلوب أصلا تظل مجزئة وأن تمارس فيها نفوذ استثنائي والحقيقة باستثناء المرحلة الشازة اللي هي أول محاولة والأخيرة إلى حين لبناء دولة مستقلة هي مرحلة إبراهيم الحمدي هاللي يعني اغتيلة يعني بشبهة من السعودية لما نقول أكتر واللي متورط باغتياله يعني علي عبدالله صالح أو متهم باغتياله وهو الرجل اللي حاول أولا يعني يرتقي بالدولة اليمنية فيما يتعدى القبائل ويبني يعني جيش قوي ويوحد الجنوب هو أصلا غتيلة عشية نزوله إلى عدن لتوقيع اتفاق وحدي هذا المرة الوحيدة اللي كان فيه مشروع اتفاق وحدي جد هيدا هيدا يعني الاستقلال اليمني هو استقلال في وجه العربي السعودية وبالتالي أنه أن يقال أن يقال الخاصرة يعني فيها تهديئة أو خاصرة حليفة ممكن طبعا وأسأل الموجهة إلهم بس أنا بس ليس ما عمل عهد الشيء يعني على الأقل على الأقل أن المبادرة الخليجية طلعت قوتان على أساس هن القوتان اللي ركبوا على الثورة مثل ما صار بباقي المحل تليني القوى المسلمين ويعني أثرياء قبيلة حاشد هلي وعلي محسن الأحمر هلي هو الزراع الأيمن لعلي عبدالله صالح الذي نشقع عنه ويعني بطل يعني ست حروب بطل بالمعنى البشية طبعا ضد الحسين هلي رمى بهالمعركة لأنه هو معارض كان للتوريث يعني بالتالي إنشأ إلى الموضوع إنشأ الطبقة السياسية اليمنية تحت وطئة الثورة تحت وطئة النزاع داخلها ضد التوريث في قسم هاي الرئيس بدي ورد ابنه أحمد علي عبدالله صالح علي عبدالله صالح والعيلة والجيش يعني في معظمه أو كبار الزباط ضد فبتالي هو كان ركيس المبادرة الخليجية لا هني الشباب ولا مستقبل اليمن هذه طريقة شغل السعودية يعني ما في تفسير آخر والآن والآن التمسك بشرعية يعني وقت الجامعة العربية تمسك بشرعية رئيس بديلا عن أن يعني تعترف بأنه ما يجري في اليمن أصلا هو اقتتال أهلي وبحاولة انقلابية الحوثيين عملوا انقلاب مبدأ بحث وطبعا أسوأ ما في انقلاب الحوثيين أمرين الأمر الأول أنه عطوا كل الإشارات للقول أنه نحن عم نلعب لعبة إقليمية راحوا باتجاه يعني البحر الأحمر واحتلوه إلى لا حاجة ليقولوا يعني عم نأكد حقوق إيران في باب المندب اثنين والأهم داخليا أنه بعد احتلال صنعاء كانت لهم فرصة فعلية بأن يفرضوا تسوية سياسية هني جزء منها الحراك جزء منها باقي الأطراف جزء منها سولت لهم نفسهم يعني أن يزجوا البلد في اغتتال مذهبي ما فيه له تفسير آخر عندما انتقلوا لاحتلال المناطق السنية الشافعية من البلد اللي ما إلى تفسير غير ذلك ووهم أنه بيقدروا يسقطوا عدنه وبالتالي يسيطروا على كل جنوب المحافظات الجنوبية وهي مترامية الأطراف طبعا الذي شجعهم على ذلك هو كائن واحد اسمه علي عبدالله صالح الذي يملك قواعد عسكرية في كل المناطق هون رح أدخل إلى هذا المحور أيضا لماذا انقلب علي عبدالله صالح وتحول من عدو إلى حليف مع الحسيين في اليمن وهل اليوم اليمنيون يتقاتلون أو أنهم يتحدون بوجه عاصفة الحزم ويعتبرونها بأنها احتلال جديد أو محاولة الاحتلال جديد لليمن لكن سبحاني أنه نرجع لك كلارا ومخترت فلانا من أبرز الصحف الصادرة في بيروت إليك كلارا شكرا نانسي نبدأ الصحف بما كتبته السفير في المنشات وتحديدا في مقابلة مع رئيس الإقادة ديمقراطي وليد جملاط الذي أكد للسفير أنه لم يكن هناك من مبرر لاعتراض حزب الله على كلمة رئيس الحكومة تمام سلام في شرم الشيخ لأنها كانت كلمة موزونة وتساءل جملاط ماذا يمكن لرئيس الحكومة أن يقول غير ما قاله سلام لم يتكلم كموليد جملاط فما هو المطلوب منه أكثر من ذلك وانتقد جملاط للسفير لهجة الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قائلا لاحظوا أنه لم يصدر عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كلام كذاك الذي صدر في لبنان عن السيد نصر الله الذي اعتدنا عليه هادئا موضوعيا في خطاباته لكنه هذه المرة خرج عن الموضوعية والهدوء وبدى خطابه متشنجا مضيفا لا أفهم لماذا يذهب حزب الله أبعد من إيران في حين أن إيران نفسها لا تتكلم بالطريقة ذاتها وأكد جملاط أنه ليستخدم بعد اليوم كلمة فارس لأنها قد تستفز أهل المقاومة موضحا أنه سيستبدلها بإيران الإسلامية أيضا في السفير كتبت دنيز عطالة حداد تقول أنه على الرغم من كل الانتقاد الهامس الذي يلقاه الرجل تتكلم عنه لجملاط تحديدا من المعسكرين 18 أذار وعلى الرغم من الحذر والريبة من مواقفه والسلوكياته إلا أنه ما يعتبران أن راداراته لا تزال تحسن التقاط موازين القوى وهو ينحز دائما إلى الكفة الراجحة والرابحة وفق قراءته جملاط في نسخته الوسطية اليوم يبدو حاسما في انحيازه إلى عاصفة الحزم نائب في 14 أذار يعتبر أن خلف كل كلمة من كلمات جملاط ناعمة رسائل قاسية إلى حزب الله وفي أقل توصيف يمكن اعتبار كلامه تأكيدا لربط النزاع المؤجل مع سلاح الحزب تحديدا يضيف لا يحتاج جملاط إلى ما يعطيه دروسا في معاني الكلمات ومضامينها المضمرة كلامه منمق في الشكل لكنه في مضمونه وتوقيته سيثير ريبة حزب الله الشديد الارتياب أصلا في هذه المرحلة ويختم النائب لم يكن ينقص المشهد لتكتمل الشكوك سوى زيارة السفير الأمريكي ديفيد هيل لجملاط والغداء على مائدته تضيف دونيز عطلة حداد فيما يجل الاشتراكيون في انحياز جملاط السريع إلى السعودية وتحالفها انحيازا تاريخيا إلى الخط العربي لم يحد عنه يوما يعتبره بعض المتحسسين التاريخيين من الزعيم الدرزي انحيازا إلى المصالح الخاصة والحسابات الفئوية لا يخفي هؤلاء انزعاجهم من موافقته الملتبسة دائما من مواقفه الملتبسة دائما لكنهم يستبعدون أن يكون لها انعكاساتها على الساحة الداخلية اللبنانية المحكومة بتوازنات شديدة التعقيد والهشاشة تضيف حداد يمكن لكل فريق اختيار من تصريح جملاط ومواقفه ما يناسبه واسقاط ما لا يتوافق عليه معه لكن أحدا وتحديدا حزب الله لا يبادر إلى سحب يده من يد جملاط ما لم يسبقه هو إلى ذلك صحيح أن المسافات تبتسع بين الطرفين إلا أن المرحلة لا تحتمل خلق أخصام جدد والجميع سيكون رابحا إذا استطاع أي يبقي الخلاف على الخارج خارج اللعبة السياسية المحلية معادلة شديدة صعوبة وإن لم تكن مستحيلة من السفير ننتقل إلى الديار وكشفت مصادر وزارية للديار نقلا عن تقارير ديبلوماسية عربية أن الحرب الدائرة في اليمن لن تتوسع إلى مستوى حرب إقليمية أو مواجهة كاملة بين السعودية وإيران انطلاقا من العملية العسكرية ضد اليمن معتبرة أن كل المعلومات كما المؤشرات تفيد بأن الرسالة السعودية والخليجية الواضحة والمدوية أتت في توقيت محدد وبالغ الأهمية وأكدت أن التسويات الكبرى في المنطقة لن تستطيع أن تأتي على حساب دول الخليج والدول الإقليمية الأخرى وهذا المصدر الوزاري نفسه يؤكد للديار إلى أن المعلومات الديبلوماسية تؤكد أن وجهة الرسالة ليست فقط طهران بل واشنطن وإن كانت الإدارة الأمريكية أبدأت تأييدا للعملية العسكرية ضد اليمن لافتة إلى أن ما تسعى عصفة الحزم إلى تأكيده للجهات اليمنية كما للقوى الإقليمية بأن مرحلة تجاوز الخطوط الحمر وتبديل الحدود الجغرافية لأي دولة في المنطقة قد انتهت لمصلحة مرحلة جديدة ستكون بداية رسم خارطة تحالفات سياسية إقليمية وربما دولية جديدة تتلاءم مع ميزان القوى ننتقل إلى مكتبه غسان شربل في الحياة تحت عنوان الجنرال لا يحب القصر يقول يحرجني سيد القصر حين يقول لي إنه لا يحب القصر وأنه ينتظر بفرغ الصبر موعد مغادرته وأنه يشعر بعذاب ضمير حيال عائلته لأن هموم الأمة شغلته عن السيدة الأولى والأولاد وأنه أدى ما عليه ويترك الحكم للتاريخ وأن قرار مغادرته نهائي ولو تعلقت الجماهير بأطراف سترته وأن الوقت حان ليتفرغ لملاعبة أحفاده يضيف غسان شربل يحرجني سيد القصر حين يقول إن السلطة عذاب وأرضاء الناس مهمة مستحيلة ويلفتك إلى الشيب الذي هاجمه من فرط معاناته مع المعوازين والفقراء وأنه لم يكن ينوي الترشح في الدورة الماضية لكن الشعب أصر وألح ويحرجني تجديده على أنه مقيم في مكتبه استنادا إلى نتائج الانتخابات وحين ينعتها بأنها حرة تذهب أفكاري فورا إلى رئيس الاستخبارات ومطبخ النتائج في وزارة الداخلية والحقيقة أنني لست صحفيا ساذجا لأصدق أخذتني المهمة إلى عواصم كثيرة وحاورت كثيرين لكن التهذيب يقضي بأن أخفي ابتسامتي حرصا على الموعد اللاحق كنت أشعر أحيانا بأن آلة التسجيل ذاتها تكاد أن تعترض على عبارات الزهد حين يطلقها حاكم جاء على ظهر دبابة أو ما يشبهها وغالبا ما كنت أمازح المتحدث كأن أقول أننا أبناء منطقة يعتقد الحاكم فيها أن لا خيارات أمامه إلا القصر أو القبر وغالبا ما كان يأتي الجواب متعففا وأن على الحاكم أن يتعلم من تجارب الآخرين وأن الدهر يومان ولو دامت لغيرك ما اتصلت إليك وأحيانا كنت أقول أن الصحفي لا يعثر على قصة متيرة لدى أهل الزهد بل لدى من يمسكون القصر بالأسنان ما كان للحوثيين أن يستولوا على صنعاء ويحاصر الرئيس فيها ثم يطاردونه في عدن لو لا موقف المشير علي عبدالله صالح الذي وضع معظم الجيش اليمني في تصرفهم فاحت رائحة الثأر غادر القصر محروقا ومجروحا وحين وصل إلى السعودية بعد التفجير الذي استهدفه لم يكن يتحرك فيه إلا رموشه اعتبر أنهم طردوه من بيته حيث يجب أن يبقى بانتظار أن يقول القصر إلى نجله أحمد ينسى الصحفي الوقائع لكن الكمبيوتر جهاز لئيم ويتذكر عدت البارحة إلى ثلاثة من الأحاديث التي أجريتها معه في عام 2006 سأل هل يتقاعد الحاكم في العالم العربي؟ أكيد ألا تعتبر أن لقب الرئيس السابق صعب بالنسبة إليك؟ لماذا هو أمر صعب؟ أحسن لقب أسمعه الآن في لبنان لقب الرئيس السابق لماذا لا نكون مثل إخواننا في لبنان؟ ألا يزعجك هذا الأمر؟ لا أبدا بالعكس أيضا يضع غسان شربل بعض من حوارات أجراها مع علي عبدالله صالح في 2009 وفي 2010 ويختم في 2010 يسأل هل يمكن أن نأتي يوما إلى اليمن ونراك تقبل بأن يكون في القصر رئيس غيرك؟ يضحق رئيس يمني بالطبع ويختم غسان شربل قبل الوداع قال علي صالح إنه يطوق إلى ملعبة أحفاده وليته فعل نختم بعيدا عن السياسة عن الكذب ليس بعيدا جدا عن السياسة وما كتبه علي عواضة اليوم الأول من نيسان يوم الصدق العالمي يقول لعل السؤال الذي يطرح دائما في كل سنة لماذا الكذب في أول نيسان وما أصل هذه الكذبة المنتشرة في معظم دول العالم يقول هي أصل الكذبة هي كذبة يقوم بها العديد حول العالم بطرح أكاذيب على أصدقائهم أو المجتمع لتتحول عبر السنوات إلى ثقافة ساخرة وإن اختلفت مسميات ضحاياها فهو أحمق نيسان في ألمانيا مغفل نيسان في إنجلترا سمكة إبريل في فرنسا وهكذا تتم السخرية ممن يتعرضون لمقالب كذبة نيسان في جميع البلاد يعدد بعضا من الأكاذيب العالمية ولكن يقول علي عواضة أنه أبرز ما كان الكذبة الأشهر في العالم العربي والتي عاشها العرب كانت في الأول من نيسان عام 76 عندما قطع راديو إسرائيل برامجه المعتادة فجأة وأذاع هذا الخبر أيها المستمعون الكرام منذ دقائق قليلة هبطت طائرة الرئيس المصري أنور السادات في مطار بنغوريون في تل أبيب ومن المتوقع يجري الرئيس المصري محادثات مهمة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وسوف نوافيكم تباعا بكل تفاصيل هذا الحدث الكبير في تاريخ إسرائيل وبعدها بعشر دقاء قطع راديو إسرائيل برامجه مجددا وقال لمستمعيه عفوا أيها السادة هذا الخبر هو كذبة نيسان لهذا العام طابم صباحكم وتلك هي كذبة نيسان الوحيدة التي تحولت بعد ثلاث سنوات إلى حقيقة بهذا نأتي إلى ختام جولاتنا على الصحف عود إليك نانسيو لضيفك طالعا يعني هي الكذبة الوحيدة هي مش الكذبة الوحيدة ربما كتير من الكذبات لكنها الكذبة الأقصى كانت بالتاريخ قبل ما أدخل إلى الفاصل ببداية مقال استيس غسان شربل بالحياة هل فقط خطر ببيلك اسم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح؟ يعني أول شيء لما يكونوا عم بيحكي عن ساكن القصر وكيف كل رئيس ولا بتعتبر أنه عم تسمع عمين عم بيحكي أي رئيس فيهم في هذه المنطقة يعني ما استغربت كتير لأنه بعتقد المناسبة الصحفية كتابة لا أحد غيره إنما للمعلومات وفيها شوية أجوبة على اللي الرجل خلال 48 ساعة الأخيرة نقل يختين له من المياه اليمنية للخارج المدعو علي عبدالله صالح بعدها يمكن فيه تفسير تمسك السعودي فيه سبب علي عبدالله صالح هو الحاكم الوحيد باليمن الذي يعني أهدى العربية السعودية مناطق احتلوها سنة الأربعة وثلاثين توازي مساحتها مساحة الجمهورية العربية السورية في عسير ونجران ويام والآخره رفض أئمة اليمن توقيع على التخلي رفضوا قل الرؤساء الجمهوريين في واحد بس عقد هذه الصفقة معلومات المقربين بيقولوا أنه أخذ عليها 20 مليار بالتالي الرقم اللي عام ينحكه حول 60 مليار بكونه من أغنى أغنياء العالم ليس مستبعدا هذا كمان يعني علي عبدالله صالح وهذا كمان نمط السلوك السعودي تجاه رح أدخل إلى كيف يتحول هذا الرجل رجل السعودية في اليمن إلى خصم السعودية وخصم الخليج يعني يعتبر اليوم بأنه هو الذي شكل الكوة الضاربة للحوثيين عبر تنازل عدد كبير واستسلام عدد كبير من الكوات الحربية أو العسكرية في اليمن لكن بعد التوقف مع فاصل أول مشاهدين أبرحب فيكم مجددا وانا نتابع حوالنا مع دكتور فواز رابلسي الكاتب والأستاذ الجامعي دكتور فواز هو السؤال المركز اليوم يعني علي عبدالله صالح زيدي زيدي يعني هي الطائفة أو المذهب الذي ينتمي إليه الحوثيين لطالما حارب الحوثيين اليوم علي عبدالله صالح الذي قاتل بستة حروب وستة حروب متتالية الحوثيين وأنهكهم بمكان ما اليوم هو حليفهم وخصم اللي جابوا على السلطة واللي قوي واللي عطى لهدنة المملكة العربية السعودية وحلفاء شو اللي صار ننقلب تلك أولا هذا يضيء يضيء الموضوع اللي بفسر أنه ما يجري في اليمن ليس طائفية هو ثورة من أجل الشعب اليمن ما يجري في اليمن هو ثورة مضادة أعادت أولا النظام القديم ومثلا بعلي عبدالله صالح إلى الواجهة مش إلى السلطة بس وهو لم يتخلى عن نقاط القوة بالنظام اللي هي الجيش والأمن خاصة الوحدات الخاصة من الجيش اتنين بأن الانقلاب الحوثي هو تجديد لعصب الزيدي المركزي الحاكم من صنعة لاستمرار الحكم باليمن هذا التحالف قايم على هالشي في واحد رأيه أنه قطاحت فيه ثورة بواسطة وكسرت التضامن بين القوى الطبقة السياسية اللي بالدرجة الأولى هي زيدية الآن جددوها الحوثيين بالتحالف معه هلأ هو لاش هذا بنط مثل مبدي وبالتالي يعني العروض اللي قدمه ابنه بأنه مستعد يبيع الحوثيين بمقابل يعني إيش تتعلق فيه بثرته إلى آخر لا لا أشك وأنه الآن سيتخذ مسافة يقدم حاله صاحب حل وليس طرفا في حين أن قوى الأساسية هي اللي عم تحاول وأنا رأيي الأحياء كلا أكتر من الحوثيين لأنه عنده قواعد وفكنات يعني أنا لا أستغرب بذلك وبأعتقد صراحة مش سؤال مش السؤال المركزي السؤال المركزي برأيي هو هناك انقلاب مواجه شعبيا باليمن من وقت ما استلموا صنعة وتقوم ضد للحوثيين تظاهرات مدنية مليونية بكل المدن الرئيسية بما فيها صنعة هي مدينة مختلطة الشيء الثاني استفزوا قبائل الشيء الثالث يعني شجعوا القاعدة ترجعوا يعني العاصفة أيضا قضت على الثورة ما يعرف اليوم بثورة ضد الحوثيين وبالعكس البعض عم بتقوله كأنه وحدت اليمنيين على نفس اللي هو عند كل العالم أنه أنا خي على الغريب يعني فكرة أنه اليوم كل اليمن يعطي نفسه مستهدف مع الأسف أنه بدي عرضي مع الأسف ليس صحيح أبدا ليس صحيح أبدا يعني مؤسف جدا أنه يعني مركز الثورة اللي هو تعز تخرج فيه الآن مظاهرات تحيي يعني تدخل العسكري يعني مؤسف جدا أنه فيه أوساط واسعة من اللي شاركوا بالثورة ومن المثقفين والصحفيين عم يهللوا لقصف بلدهم فالبلد منقسم وبالتالي يعني ما عليش هادل بيسموه يعني الشعب اليمني الفقير شعب يمني فقير ومنقسم وبالتالي يعني أن يقال لنا بأنه إيران سياساتها بالمنطقة مع الشعوب بده بحس قطعا العربية السعودية مش مشهورة بدعم الشعوب قطعا والأدلة ما بدي كتراني إنما أن يقال لنا بأنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم الشعوب فنبدأ من البداية باليمن هذا دعب انقلاب يعيد النظام القديم هاللي حكم البلد 34 سنة وهو نظام قمع وهيمنة مذهلية نقطة على السطر اثنين العراق العراق وسوريا في دعم شعب العراق في دعم ديكتاتور وزيحة على مضض مسؤول عن أكبر هزيمة عسكرية للجيش الذي أفسده ومذهبه اسمه نوري المالكي اجع على لبنان جرى تبيض أمواله وجرى تبيضه سياسيا الآن إيران تدعم الشعب تدعم نفس الشي ميليشيات حلة محل جيش بتقاتل هي الطيران الأمريكاني لاستعادة ما خسرته الطبقة السياسية اللي جابه الأمريكان بالتحالف مع إيران وين الشعب بسوريا ما بده بحث خلي المهتم المهتم شوي بالشعب السوري بركي بيمون على بشار الأسد يوقف قتل الناس المدنيين اللي اسمهم جزء من الشعب السوري بواسطة الأنابل المتفجرة هذا لما ينقلنا بأنه السعودية ضد الشعوب في حين أنه جمهورية الإسلامية مع الشعوب بلبنان هي جزء مع طرف من الأطراف حقها ما عندي ولا اعتراض بس ما ينقلنا أنه يعني في واحد عم يضحي معلاش في واحد عم يضحي من أجل الشعوب والأساسي اللي عم ينعمل هو استخدام مفاوضات للتحول إلى قوة إقليمية تهرس مطالب الناس مطالب الشعوب قالوا العشرات الملايين هاللي هلأ عمين دعسوا بكل منطقة عربية لبدن حرية بدن خبز بدن شغل بدن عدالة بس أني كمين بيقولوا أنه من يدعموهم من الناحية الإيرانية يعني تقول إيران أنه كل الأطراف اللي هي دعمتها لم تكن أنظمة بقدر ما هي شعوب يعني وإن كان تحول الأمر إلى تقاتل ببعض المكان لكن هي بمعنى أنه بالعراق هو يعني الحاكم هو الشعب بالعراق لأ هني بعتبروا أنه بالعراق هذا التحول اللي صار يعني أنه من ضمن التحولات إذا حتى هم اعتبروا بأن نور المالكي بمكان ما أساء استخدام الزيارة يعطيني أدلة بأنه في نقل لنور المالكي استفضع زيارته للبنان لدرجة أنه في جريدة معروفة الانسحاب من السلطة يعني أو الخروج من السلطة والكل يعلم أنه أخرج من السلطة ولم يخرج بطريقة مين أخرجه الإيراني بالصفقة التي تم أو التسوية التي تم توصل العراق طبقة العراقية شراكة بين الأمريكان والإيرانيين وهي طبقة فاسلة هيدي الشعب العراقي أتمنى أنه ما تكون النظام السوري هو الشعب السوري أو النظام السوري قوة يعني بأحسن الأحوال نظام معه جزء من الشعب عم يقاتل ويقتل أسم الثاني من الشعب هيدا بس كمين بنقال عم تشتغل بوليتيكا وعم تشتغل إيران لمصالحها ونفوذها يعني تفجرة بسبب تراكم مشكلاته والثورات هي هذا التفجر ماشي الحال بس لن نباع بأنه في أطراف ضد الشعوب في أطراف مع الشعوب كلهم بالهوى سواء ضد الشعوب يعني البعض يقول أنه حتى القمة العربية الأخيرة لم يكن فيها صوت صوت الرفض صحب من الجامعة العربية هذا بأكد وجيت نظري بأنه وهون البعض يقول أنه منغام ضد شعوبها إيران هاللي بيقرر هاللي ما بعش قداش عددهم اللي صوتوا هذه الأنظمة العربية التي صوتت على حرب ضد شعب يمني بدي يقول هي مع الشعوب بديقول أنه بس اللي غيب هنه الصوت الرافض صوت ما يعرف بالممانعة لم يكن حاضرا كان كأنه اليوم نحنا بمحوى أنه يا أما الكل بيمشي يا أما أنتم مع الإرهاب وهو هيدا الخيار الأمريكي يا معنا يا ضدنا يعني من كان من المفترض أن يكون لا رافضة غيب عن الكمة أولا هاللي اسمه الطرف اللا هو الطرف الذي الآن يعقد صفقة نووية مع إيران ويتبعها حلفاء له ما بدي أحكي بالأتباع لأنه هاللي بيخون الناس وبيحولهم لعملاء هو دائما محتاج يقول أنا مبتأ أوامر أنا أقبل بأنه في ناس لأسباب إديولوجية ومصلحية وإلى آخره اختاروا الإنحياز والتحالف مع محور من هذه المحاول ما عندي ولا مشكلة بما في ذلك الأسباب الإيمانية والآخر البدو البدو البحث هو الآتي هذا الطرف هاللي عمين قال هو طرف ممانع هو طرف تحول وسيتحول أكتر وده سؤالك الأول من يعني طرف يعاند الولايات المتحدة إلى طرف يطمح بالشراكة مع الولايات المتحدة بالنسبة للمنطقة وعلى رأسه الشعار الأميركي الرئيسي اللي اسمه الحرب الكونية الآن آسم سليماني موجود بالعراق حد المستشارين الأميركيين تكريت يجري احتلاله بواسط قوات عراقية والطيران الأميركاني ما حدا يتضحك علينا بقى بموضوع الممانعة ممانعة شو في ناس عام يعني تدافع عن لبنان وفلسطين بواسطة السلاح على رأسي وعيني أكتر من هك ما حدا يقلنا أنه هنا تمانع شو هذه الأنظمة بالمناسبة غزل بين إيران والسعودية حتى آخر آخر لحظة رح أدخل إلى هذا الكلام وهو للبعض يعتبر الانفصام في الشخصية بين أنه هون عاملين حرب عالمية وهون في مكان آخر الحوار مازال مستمر بين مستقبل وحز بالله لك اسمح لي أن ننتقل ونطمئن على صحة مجلس الوزراء مع زميل جاد غصن الذي يتابع جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في أول نيسان يعني كل ما سيقال اليوم يجب أن يكون موضع تدقيق صباح الخير جاد وغير اليوم أساسا جاد هل كانت يعني البعض كان متخوف اليوم من أن تطير هذه الجلسة نتيجة الانكسام بالمواقف السياسية حول اليمن وما يجري من عاصفة حزم ومواقف لبنان بين رئيس الحكومة وبين وزراء في الحكومة كيف هي الأجواء لهذه الجلسة الأجواء هادئة هنا في السراية الحكومية نانسي فجدوى الأعمال المؤلف من 47 بند جرت العادة على تسميتها بنود عادية أي ليست خلافية وليست سياسية بطبيعتها فقط كان المطلوب معرفة أجواء الحكومة من الناحية السياسية لناحية صلابة تشكيلها وهل هناك إمكانية لأي إشكال كبير أن يشوبها من التصريحات من تصريحات الوزراء لدخولهم الجلسة لا تبدو الأجواء ظلامية بالعكس الأجواء إيجابية باستثناء تصريح وزير العادل أشرف ريفي الذي كان تصعيديا نستطيع القول قائلا أن رئيس الحكومة يستحق تحية على ما قاله في القمة العربية في شرم الشيخ وإضافة إلى ذلك هو ليس بحاجة لإذن من أحد ليقول ما يريده وللتمثيل لبنان فالنظام لبنان استثناء هذا التصريح التصعيدي كانت تصريحات وزراء أو الوزير تحديدا محمد فنيش معبرا عن موقف حزب الله يقول أنه ليس من الضروري أن نفتعل إشكالا على كل شيء وكذلك كانت تصريح الوزير علي حسن خليل وأيضا الوزير وأبو فعور يقولان الأمور كلها لا تزال تحت السيطرة الإشكال السياسي طبيعي في المواقف السياسية ولكن صقفه لن يتعدى الإشكال الكلامية الذي طبعا سوف يتم مناقشته في الجلسة ولكن من دون أن يؤثر ذلك على إمكانية أن تستقيل الحكومة ويستقيل وزراء من الحكومة طبعا لا يبدو أن الأمور سوف تصل إلى هذا الحد بعد هذا الأمر طبعا ننسي الأجواء عادية جدا في السراي وننتظر انتهاء الجلسة ببنودها العادية لمعرفة المقرارات وما كان وما سوف يكون قرار الحكومة الرسمي بشأن كلمة الرئيس سلام نعم ننسي نعم جاءت شكرا جزيلا لك وطبعا سنعود إليك مع انتهاء جلسة مجلس الوزراء سوف أدخل بعد الفاصل الإعلاني إلى هذا الاشتباك القائم يعني بين لبنان أو داخل لبنان نرى الكثير من الكلام والكثير من الغموض ما في اليوم النائب وليد جمبلات يعني يقول ما يقوله في حق حزب الله وبعدين يقول بس نحن ما زلنا في منظلة الاستقرار السياسي البعض اليوم يعتبر بأنه كلام السيد حسن نصر الله تحديدا فيما يتعلق بهجوم الحاد على المملكة العربية السعودية لم يكن موجودا في الخطابات الإيرانية المباشرة وحتى أنه في نفس الخطاب تحدث يعني بنبرة بنبرة مرتفعة حول الحرب على اليمن وإبادة بحسب ما يقال عدد من اليمنيين في مقابل أنه بزيت الوقت دعا إلى ضرورة حل سلمي وجلوس على طاولة حوار هذه الإزدواجية كيف تقرأها والتي أيضا طال اتهامة لوسائل العالمية بعد فاصل علانة أخير بالإضافة للميزات العديدة جديد حفاظات هاجيز بنسيج مصمم خصيصاً لإحتياجات المولود الجديد تمتص المواد شبه السلبة لتظل بعيدة عن بشرة طفلك الحساسة كل هالمواصفات موجودة بقية صفر واحد واثنين هاجيز بيغمر طفلك مثلك ترجمة نانسي قنقر ماشون نايت كستل ماري بكاستل ماري جبال كستل ماري كستل ماري منصف جبال لأن الوقت من حياتك حياتك حولز شو هم تتنفس؟ تعرفوا على التقنية الجديدة بعالم السيارات مع سيارات مازدا على الجديد ضمن مازداويك ترقبوا طيلة هالأسبوع مفاجآت عديدة وعروضات مميزة بتقدمها شركة آي أن بخاطر على جميع سيارات مازدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قربي التنحل ليلة بعد الأخبار على الجديد تمنى أنه يضل فيه حرية واحترام لحرية الصحافة في كتير اشياء بلبنان خسرناها ياريت نحافظ على كم شغلة بقيت ومننا حرية الصحافة فأنا بتضامن مع حرية الصحافة اللبنانية STLP حلقتنا الليلة مخصصة لقطاع الأسات زي يا ويلة يا دل مش عزر أنه كل خمس دقايق يطلع أميري بوص حدا على المسلح يا مش راح ومصر لهم يفجروا مواهبهم الفنية إلا بالمظاهرات والأعتصامين ملك ماردوني ملك 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 يفتحوا لك جيرهم شكي شكي بابا شكي شكي بابا عين عين يا بابا عين عين يا بابا صوتك شغلي صبت بعض الأخبار عن جديد والجديد أثنان شكي شكي بابا حبينا الليلة نجمع الفن من كتا قراء عابد وقع عقد معي بعلاقات خاصة بطريقة مختلفة فما فيش حد موهوب بيعشو بيطلع عم بصير الهدف إنه نعمل لحتى انبيع بسافي مبتدي أنا بسافي كتير شي بطمعنا إذا ابناء جيبوا عصفور إذا السؤال عصفور فعلا هيك الواوى شوف الواوى خل الواوى يصح يا بنت السلطان حيني على الغلبان وما لما بضمك عاصدر مكبشي كدري في اللي بعدنا مع رابعة بكرة بعد الأخبار على الجديد بيروت بير صار وقت تجرب شي جديد مشاهدينا برحب فيكن مجددا ونتابع الجزء الأخير من حوارنا مع دكتور فواز ترابلسي الكاتب والأستاذ الجامعي دكتور ترابلسي اليوم كلام النائب والجملات في صحيفة السفير كلام نصر الله لم يصدر مثله من إيرانيين يعني هدف أحوال كلام هل تعتبر بأن كلام سيد حسن نصر الله يغرد خارج السرب الإيراني ولا بالعكس أنه البعض يقول أنه هو يعني للسيد نبرته نبرته وطريقة خطابه لكن بذات الوقت هو يلتزم بأقله الخط العام الذي مرسوم للمنطقة أنا أغبط الجمهورية الإسلامية الإيرانية يبعون عنده شخص يعني يرافع ويدافع عنا بناء على يعني شي وازن يمثله مثل سيد حسن نصر الله أختلف معه ورأيي نبرته مش المهم رأيي مضمون ما قاله مضمون ما قاله وبعضه جوابت عليه يعني تقديم تقديم المعركة التدخل العسكري بما هو تدخل ضد شعب موحد مش صحيح هذا الشعب منقصم وهذا الشعب قصم كبير منه قاوم انقلاب وهالانقلاب هو إعادة عقارب الساعة إلى ما كانت قبل الثورة والحاكم نفسه إذا ما كان هو فأخوه فأبنه ويعني الحوثيين ليسوا مرشحين للحكم مرشحين إذا رجع علي عبدالله صالح يكونوا أحد ملحقات الحكم اثنين يعني الذي أشر إلى العلاقة الإقليمية مع إيران هو نمط السلوك ونمط المعاهدات اللي عملت من الأول كميان نمط التأكيد حكي إيراني قديم اسمه قريبا متلقونا على باب المندي والبحر الأحمر وأصلا صيد حسن أيل فهذا واحد اثنين أن تقدم جمهورية الإسلامية بما هي مع الشعوب ردة يتقبل شو اسمه هي تدعم معظم الأنظمة يمكن الحالة الوحيدة البريئة هي حالة البحرين اللي لازم نذكرها حيث يعني أولا يصعب التدخل يصعب تحويله إلى حرب يعني إلى قتال وهذه حكمة المعارضة البحرانية واللي أدراني بظروف جدا صعبة أنها تظل محافظة على سلميتها بس تظل محافظة على الضغط وعدم التنازل هذه اللعبة فيها مستوى من المصداقية والإخلاص بده تحية عادة عن زي طبعا التأييد هون معاش مهم يعني لا مطلوب سلاح ولا مطلوب تدريب ويعني هو تأييد يعني مثل ما الواحد بأيد الانتفاضة الإيرانية وقت ما بديت في دولة بتأييدها وعلى مضض وبتقدم حالة بصفتها وسيط إذا بدتوا الحل المشكلة أنا يعني بتدخل معها عادة عن ذلك يعني بعتقد أنه يعني اللي عم تشيري إله في الموضوع الإعلامي أنا بعتقد الإعلام يعني عم يصير حربجي ولا حيصير أكتر الإعلام التلفزيوني عم ينزلي ليصير يشبه المهاترات على الفيسبوك بعتقد كل الأطراف معنية مع الأسف أنه مستوى التعصب ومستوى الاستسهال بالشتم وبما في ذلك الشتم البشع وخاصة هالإرث القومي الإسلامي بديسميه ويضيفي إله الشيوع اللي بديك لهو قائم على اعتبار أنه المختلف معه بالضروري خائن بالضروري عميل بالضروري يجب محوك بس هنا كمان البعض يقول أنه هي المعارك هذه الافتراضية يعني كتير مدة صلاحية تأثيري يعني الأفضل أنه الواحد يتخطاها بس يعني حين يقول السيد حسن نصر الله ستهزمون لقادي تعاصفة الحزم هل فعلا تعتبر اليوم هذه الحرب على اليوم؟ يعني الحرب حتى الساعة هي جوية سوف تهزم؟ يعني في حرب جوية حققت انتصارات على الأرض؟ أولا يعني أنا كنت بتمنى أنه يعني هالإداني بما هي أنه إداني لحرب جوية أن تكون إداني لحرب الجوية طبعا نظام بشار الأسد ضد شعبه أن تكون إداني للحرب الجوية الأمريكانية التي تمارس على سيادة بلدان سوريا والعراق حتى يصدق أولا الموقف ويصدق القول بأنه يعني عم تقصف شعوب بوسط الطيران اللي هو أبشع شي ممكن يعني وراتتنا إياه مين وراتنا إياه؟ الاستعمار مين أول ناس طلعب الطيران مين أول ناس طلعب الطيران قصفوا حركة تحرر؟ لا مين؟ الفرنساوية سنة الخمسة وعشرين ضد المدن السورية فييتنام الإنجليز ضد قبائل الجنوب اليمني بحضر موت هذا هو الإرث اللي عام ينحكي عنه واللي مبسوط بحاله أنه عم يقتل شعبه بواسطة هل شي فخلينا نحكي عنه لكل المسؤولين أما أن مصير ما يجري فأنا رأيي يعني عم يجري الآن انتقل من تدمير البنى التحتية إلى استهداف كائن ما كان المدنيين لأنه المقاتلين الحوثيين عم ينتقلوا بين السكان ورح ينضربوا بين السكان لأنهم من السكان يعني هون البعض يقول أنه الحوثيين بالآخر يعني هم من السكان ليسوا ولاش اللي ضد الحوثيين لا هي الفترة أنه مجرد القصف سوف يذهب ضحيته مدنيين وأطفال ولأنه أساسا هن البعض يصفهم بأنهن ميليشيات بالمعنى العمل العسكري يعني أنهن منهم تنظيم منهم وقوات العسكرية عندهم مقار لا لا أولا أولا لا خلينا ما نخفف من طابعهم العسكري شبه النظامي وهو تم بفضاء الحزب الله وغيره بس طريقة قتالهم مش طريقة قتال محتال مدينة قتال حرب غوارية محتال فيه تسليم من قبل الجيش لا 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 فيها قتال وماسكين مدينة وإلى آخر الجواب البسيط الأول هو أنه هاللي عم يقودوا التدخل العسكري هني العملوا الحل الفاشل لمسألة يمنية معقدة فيها كل شيء هذا واحد الثاني منذ الدقائق الأولى موقفة وأنا بمسي الحالي هو أنه أغرب يعني جريمة ارتكبتها بحقها وبحقنا الجامعة العربية أنها أعلنت حرب وبديلا من أن تعلن وقفة الأقنار ممكن ممكن يعني تنسى موضوع تدخل العسكر بس أنه وظيفة جامعة العربية تقول وقفة الأقنار حل سياسي في مكان خارج التداول هلأ يعني القول أنه لازم اليمن يجي لبيب الطاعة يمنيين كلهم سواءنا ضده ينتقل إلى دولة حيادية عمان مثلا أو الززائر التي هي تعارض أي تدخل عسكري المفاوضات تعيد النظر بالحل اللي هو أساس الأزمة وقاله علاقة بما يجري كوة عسكرية عربية موحدة اختيارية تزليطة واضح الكل يعني في حكي ما قاله معنى الشيء الوحيد إذا سيتم حاجة إلى تدخل بري يعني مع الأسف بدي يقول مع الأسف يعني بيخطر بالهم يعني أمراء وملوك المنطقة يجيبوا ناس مثل أهالي باكستان مثل ما بيجيبون يشتغلوا هناك بيجيبون بيجيبون قوة مقاتلة هل هناك ضرورة؟ الجواب البسيط هو أنه الحرب الجوية توقع خسائر مدنية من الآن فصاعدا لح تتزايد ويعني لا تقدم أي حل وعا كل حال بس بدي أذكر الحربجية هي الجامعة العربية طرفين نزال إقليميين عم يحكوا عن حل سياسي فبأسرع وقت يتم حل سياسي يعيد النظر جزريا بالاتفاقية بالمبادرة الخليجية التي أنتجت هالشي إذا البلد هل قد متعدد فهذا البلد يستحق شيء مثل مجلس رئاسي يعقلنا إحنا لازم نعم مجلس رئاسي مثلنا مجلس رئاسي مجلس رئاسي أصدق مجلس وزراء كل الوزير فيه رئيس خمسة كان أصلا عنده مجلس رئاسي من خمسة عندما توحد سنة الـ 1990 كان فيه ثلاثة من الشمال ثلاثة من الجنوب لا يمنع أن يكون الأطراف الرئيسية الممثلة لكتل فعلية مثل زعماء لبنان أصدق أولا هو دي بمثله أكثر من زعماء لبنان نعم عارف بطولت خوار زعماء بدنا ننهي حرب فبجيب حوثيين حراك علي عبدالله صالح جماعة جماعة الإخوان البؤتمر شو اسمه حزب الإصلاح اللي هو فيه يعني يعني يعملوا خمس رؤسة ومش أول مرة بتصير باليمن هني أشطر منا به الموقت اثنين اثنين حكومة مشتركة فعلية كلهم بتمثلوا فيها خلهم جوا يلاقيوا حلول لقضايا الناس ثلاثة تسوية سياسية أخيرا دكتور هل هيدا الاشتباك رح يبقى سلميا في لبنان جنبلات مواقف اليوم أنا بعتقد يعني ليس هناك زوج بالإكراه زوج بالإكراه مع بعض بها الحكومة بس ما حدا طايق حدا طيب بس إنو هذا الحصيلة إذا كانت الحصيلة يعني انحياز من هنا انحياز من هناك ويعني نقد كالذي يجري وأنا بعتقد الطرفان يعني حريصان حتى الآن على أنه فيه أنه القبائل اللبنانية عم تتفاوض رح ضلت تفاوض وتتفاوض حول التفاوض وبالتالي أنا مشاعر بالخطر متل ما كنت شاعر بالخطر بأنه يعني داعش رح تصير ببيروت هذا يتم على حساب يعني الأضايا الأساسية بسبب الشعب اللبناني ويعني معبر أنه فيه مجلس وزراء ما فيه سلسلة مش حاطت مش حاطت سلسلة الرتب والرواتيب لربع مليون لبناني على جدول أعماله بس أنه يعني لما يهددونا بيراجحوا بالقويل والثبور بعتقد مش هون يعني نحن رح نبقى لبنان هذا يعني السراخ الذي لا يقتل زي ما نقول أي بسم البدن بس أنه هالأدخل يأكل أنه ما بيفجر يعني الخطابات النارية بس من دون أسلحة نارية بعتقد نحن على هون وصل لنهاية لقائنا معك دكتور شكرا لحضورك واليوم أيضا يبدو في رسالة للبطريارك الماروني الكاردينال مربشارة بوتروس الراعي لمناسبة أسبوع الأليم وقبل الأعياد ويتحضر البطريارك الماروني في هذه الأثناء لتلاوة البيان وأيضا اليوم كان فيه كما في بداية كل شهر اجتماع لمجلس المطارين الموارنة وكما أيضا يعني في معظم اجتماعات مجلس المطارين الموارنة بعد كل اجتماع كان التركيز دائما على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بالمناسبة هل تتوقع انتخاب رئيس الجمهورية؟ لا لا قريبا ولا في المنظور ناطرين يعني المفاوضات النووية وحرب اللباب ما في شي جديد ننتقل مباشرة إلى بكركي الكهلوت والاربان الكهلوت والاربان